اشتركوا في القناة وقد ألقى جلالة الملك المفدى كلمة في هذا الاجتماع هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون فخامة رئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصعدنا أن نعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قبلنا بها في بلدنا المملكة العربية السعودية إن اجتماعنا اليوم يعبر عن حقائق ثابتة وأسس راسخة في علاقاتنا التاريخية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية وأن تواصلنا هذا على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة استمرارا لاجتماعاتنا في كام ديفيد لدليل على عمق صداقتنا والرغبة المشتركة في تطويرها ودعمها في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتشاور السياسي بما يعزز تلك العلاقات ويؤكد استمرارها متطلعين أن نحقق من خلال هذا الاجتماع الهام الأهداف المرجوة في تقدم هذه العلاقة في المجالات كافة ويسرنا الإشادة بما بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية من تاريخ طويل ومنظومة متكاملة من العلاقات الأمنية والعسكرية بدءا من حرب الخليج الأولى وتحرير الكويت وصولا إلى التحالفات بيننا في محاربة القرصنة والإرهاب وعملنا المشترك الآن على بناء منظومة الدرع الصاروخي لحماية المنطقة من خطر السواريخ الباليستية مؤكدين أهمية تكثيف هذا التعاون العسكري بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تواجه بشكل عام انتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة بسبب انهيار الدولة الوطنية في عدد من الدول العربية وأننا في دول مجلس التعاون نواجه تدخلات سافرة من إيران في شؤوننا الداخلية وتمتد تلك التدخلات إلى سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها من الدول العربية والإسلامية وأن مملكة البحرين لديها ما يثبت ذلك من الأدلة فيما يخصها وهي تدخلات تتنافى وميثاق الأمم المتحدة وما بيد حسن الجوار وتنتهك سيادة الدول المستقلة بوسائل متعددة والتي أجمعت على إدانتها دول مجلس التعاون والجامع العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ونؤكد أننا قد قمنا ومنذ اجتماع كام ديفيد بجهود كبيرة للتوصل إلى الحل في اليمن وسوريا ونعمل معكم بكل جد على مكافحة الإرهاب في المنطقة والحد من تشار الجماعات الإرهابية المتطرفة وأننا نعمل من أجل السلام الدائم والثابت في المنطقة والعالم والدفاع عن أوطاننا وحماية أرضنا وسيادتنا ضد أي تدخل خارجي مشددين على حرصنا البالغ في توثيق العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الشامل في المجال الاقتصادي لما فيه خير وصالح دولنا وشعوبنا معربين عن تطلعنا لزيارة فخامة رئيس باراك أوباما قريبا لمملكة البحرين ودولنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد ضم وفد مملكة البحرين إلى هذه القمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري معالي الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية سعدت الدكتور حسن بن عبدالله فخره مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية سعدت السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام سعادة الفريق أركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة اللواء أركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدى اللواء أركن طيار محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الملكية سعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية سعادة الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد لهم من فيصل بن شريم